اشتركوا في القناة لا تكوني فاحشة هذه الرواية واضح ولكن اريدك تثبت لي شرف زون شنو رواية واضحة ألم يقول لك النبي لا تكوني فاحشة لا تكوني فاحشة الفاحشة ليس أن تقصد الزنا أو ما شبه ذلك لا هو النبي متى قال لا تكوني فاحشة متى قال الكلام البذيء متى قال حينما قالت عائشة السام فنبيك اعتبر كلمة السام من الفاحشة وهل عندك الدليل أن هذا الفاحشة الكلام يعني الزنا ولا ياذب الله الآن عوفختك بعدين نجيها إن شاء الله نبيك نبيك هي الرواية ماذا تقول اليهود إخوانهم بالفسنة صلى الله عليهم وسلم صرهم الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذول العاطلين اليهود دخلوا على نبيك على اساس يصيرون مسلمين نبيك فشعر عليهم بابا سبحوا أول عنه وهو ليس سهل لذلك الرواية تقول دخل اليهود على نبيك وقالوا السام عليك فقالت عائشة وعليكم السام نبيك قال لعائشة لا تكوني فاحشة فنبيك متى استعمل كلمة لا تكوني فاحشة حينما سمع عائشة تقول السام عليكم فنبيك اعتبر كلمة السام فاحشة لا ليست فاحشة ليست بالزنة والعياذ بالله رضي الله عنهم المؤمنين عائشة اهدئ اهدئ هي زانية زانية اهدئ طيب إذا كلمة السام ليست فاحشة لماذا نبيك وصفها لعائشة وصفها هذا كلام يعني مثل الكلام الغلط وهي ليست معصومة رضي الله عنها وارضوها فيعني هي سوت فاحشة لا ما سوت فاحشة دعاء هذا دعاء يعني لا تكوني فاحشة نعم لا تكوني فاحشة ما قال انها والعياذ بالله الكلمة الفاحشة بالزنة وما شبه ذلك لا هي لين قالت كلمة السام هو متى قال لا تكوني فاحشة حينما عائشة استعملت كلمة السام فقال لها لا تكوني فاحشة اي ما معنى اي ان عائشة اصبحت فاحشة فيقول لها لا تكوني فاحشة لا تكوني فاحشة اي الكلام هذا اها اذا هي تفحشت بالكلام حينما قالت السام لماذا أنت تعيدها وتتفحش ونبيك يقول لا تكون فاحشة فاحشة يا ابن المتعاء يا حمير البريطاني فاحشة أي ليست كلام بذيء دعاء واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليك الآن نبيك قال لا تكون فاحشة قالها حينما استعملت عائشة كلمة السام نعم أين الفاحشة أين الفاحشة حسنت روح مديدك بفرج عائشة وطلع الفاحشة موجودة كثيرة خالد وخالد سالم سبلان وابو موسى الأشعري وعلقمة وشريح وأبي موليك كلهم موجودين لك احنا كلامنا على كلمة السام مو أين توجد الفاحشة الفاحشة بلباس عائشة بأن رجلا نزل بعائشة وأصبح مجنب في صحيح مسلم هناك موجودة الفاحشة تقدر شوفها رح نطبقها الآن على أغتك احنا كلامنا على كلمة السام كلمة السام نبيك اعتبرها فاحشة ما عندك دليل على أم المؤمنين عائشة اللي حذاءها اشرف من دينا مو مشكلة جايك جايك إن شاء الله فنبيك اعتبر كلمة السام فاحشة ليش أنت تكررها هستثبت ليستشرف اللي انت تعرفوا ليش لأن نبيهم قزمة ما يحترمونه والله والله العظيم نبيهم قزمة والله العظيم ما يحترمونه هو يحترم عائشة يقول النبي مخبل مجنون يهجر ألم يضربه الصحابة بالقزم وقالوا له إنما أنت مجنون تهجر يلا يلا على الأبر ياله يلا هذا ما يحترمونه نبيهم العاطل اللي أنا ما اشتري فلس هذا نبي السنة المخبل يقول لعائشة لا تكوني فاحشة حينما استعملت كلمة السام يعاندون نبيهم ويتصلون يقولون السام عليكم طيب طيب خلينا نعالجك سؤال ثاني نستفاد منك تقبل واحد يجنب باختك مثل ما أجنبه وبعائشة؟ تقبل ميصر تسألني وسئلك ميصر أنا سألتك ميصر أن رجل نزل بعائشة فأجنب تقبل واحد ينزل باختك ويجنب؟ يضحك على أخته اللي نزل عجيب تضحك على أختك ولا على أن رجل نزل بعائشة فأجنب؟ واناك ما نعم الليل أنه صرت مرتدك مرتد يقول عجيب مرتد أحسن مما أدخل رجال على عائشة أصر أوادة دافع عليها بأرنين أنت الآن عندك أرنين يا ول لك أنت من سوريا رايح بالمغرب لك بشار حط البراميل بدبرك نزل هنا بدبرك لك من عي تركيا عي سوريا رايح بالمغرب لك قشمار طيح اللاحظكم شوفوا الزمن شلون هانكمي هانة أي والله وشيعة شان الناس دافعت عنكم واحترمتكم وبقيتهم بسن أي سن كل هانتكم طليتم طشيين ما حد يحترمكم ما حد يحترمكم تتكلم بسبايكر وانت بالمغرب روح للعراق وتتكلم بسبايكر روح وانت طلعت بلباس أختك طلعت بالنقاب مالتها طلعت بنت شو دك للمغرب اذا تعرف سبايكر شو دك للمغرب أكيد طلعت بملابس النسوان واحنا حررنا بنسوانكم كل واحدة عندها ثمانتعش تسعتعش الأشقر والأحمر والأبيض والأسود مشكل منوعة الأفغاني والشيشاني والتايواني والفلبيني والصيني كلها ما شاء الله موجودين ليش والله كانت تجاهد بفرجها كما كانت تجاهد وعائشة بفرجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر